السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة من الاز وامضع الحصص واهمهم في العمل اه الفيسيولوجي بتاع الهيماتورج. عايزكم بقى تركزوا معايا قوي يا جماعة عشان انا وانا بشرح هقول لحضرتكم وبيركزوا على ايه في الامتحان? غير ان انا نزلت الحركة عشان الناس ما اتهشوا من اول الفيديو. انا نزلت لك ورق كامل في عمل الفيسيولوجي حلو لزيز قوي. تركز على الارقام قوي. تركز على شكل الاجهزة عشان هو ممكن يجيب لك شكل الجهاز ويسألك سؤال على التجربة. يعني مش هيقول لك شكل الجهاز ده. الجهاز ده اسمه ايه? لأ ده هيقول لك التجربة حاجعة في التجربة فلازم تبقى عارفه. موضوع سهل وبسيط قوي. آآ نزلت لحضرتك اسئلة من القسم ما نزلتش من عشر السنين بيجيبوا منها الامتحان زي ما هي بالزبط. عايز حاجة زي الشطور كده وفيه طبعا ورقتين ملخص بخط اليد كده. انا نزلتهم برضو ملخص لكل العمل الوزازي. نركز مع بعض بقى يا جماعة. باسم الله الرحمن الرحيم. اول تجربة معنا تجربة اسمها او بيسموها باكد سيل فوليو. ركز معيه كويس قوي عشان هو الموضوع فيه مفهد. فمش هتبزل مجهود. ولو خلصت عمل الفيسيولوجيا عمل اللي بقيت المواد في الميديولتا في قوي ربع ساعة وعشر داقة وكلام فارغ قوي. او نفس الاسم بالزبط يا جماعة باكد سيل فوليو. بتجي في الامتحان اتشي في او بي سي في. ببساطة حضرتك عارف ان نسبة الاربسيز في الهول بلد تبقى حوالي خمسة واربعين في المية وخمسة وخمسين في المية سائل اسمه ايه? شطور البلاز. حلو كده? دكتور هو الاتنين واحد يا سيدي ما انت عارف ان كرات الدم البيضة والصفاح الدموية الشبه مش موجودة فكة. نا بنتكلم في دا بيو بي سيز من اربعة الاف الى احتاشر الف. بنتكلم في بلاد الاتمامية وخمسين الربعمائة الفة من حقه في الامتحان. يقول لك اربسيز او سيلز. مبدئيا. سؤال مباشر جدا. ما تعريف هماتو كريت فالو. اولا جماعة هي ما يعني دم? كريت يعني سيباريشن. يعني نواتك فصل الدم. او بيسموها باكد سيل فوليوم. سموها كده ليه? لان فكرة التجربة انها هجيب الدم والدوخ وتلففه جامد قوي. بعد ما يلف التقيل هينزل لتحت والخفيف هطفو فوق. التقيل اللي هينزل لتحت السيلز. اللي اغلب السيلزة اربسيز. والخفيف اللي هيدفو الفوق مين? البلازمة. من هنا سموها كأنك جمعت جمعت في ايه? في اسفل الانبوبة. بالمنظر ده كده هبص. يعني ده هيبقى الاربسيز. وده البلازمة. طبعا يا جماعة في الامتحان اربسيز او سيلزة الاتنين صح. ما هو اشهر سيلزة هي الاربسيز. واكتر سيلزة اقصد يعني. اكتر كمية. انت ما تخش في مدرك تلاقي الف بنت قاعدين وخمس ولاد. هقول لك المدرك كله بنات. هو كبعا جملة مجازية. خلاص? تعريف او نسبة الاربسيز او السيلزة على الهول بلات فوليوم. نسبة الاربسيز او من حق اقول سيلزة على الهول بلات فوليوم. اللي امتحان بيجي مباشر. يعني هيقول لك ما معنى او خمسة واربعين في المية يعني خمسة واربعين في المية من حجم الدم. يا سيلزة يا اربسيز ايا انكمل المكتوب في الايجابة. خمسة واربعين في المية من حجم الدم سيلزة او طيب الفكرة جاية منين؟ جاية من معلومة كلكم عارفينها ان السيلز اللي بتاعتها لو فاكرين في اول المانهج كانت 1090 البلازمة اللي معظمها مية 1030 يبقى الدم بما انه خليط من الاتنين يبقى لهو البلد 1060 حلو كده؟ طبعا لو جاب لك في الاخترارات المية بتبقى 1000 اللي احنا بنقيس عليه وبالتالي السيلز هي اللي تقيلها هتنزل تحت والخفيفة اللي فوقها هتبقى البلازمة الأرقام حفظ والأهم من ان الأرقام حفظ هو هيجيب لك الرقم في الامتحان هيسألك على التمييز متخيل؟ يعني هيجيب لك سؤال يقول لك بتبقى 45% وال45 جرام وال45 سنتيو وال45 ميلي فانت الرقم غالبا مش هتبقى محتاج تحفظه أولا لو انه سهل يعني طيب بتبقى في الادلت ميلز بتبقى في الرجالة 45% في الستات هتبقى 42% في النيوبورن الواد اللي لسه مولود بيبقى ستين في المية في التشايلد بتبقى أربعين في المية حلو كده الكلام؟ هيسألك أسئلة مباشرة ليه في الراجل أكتر من الست؟ عشان راجل عنده دم أكتر من الست يا أخ طبعا عشان الراجل عنده هرمون الأندروجين فاكرينه وده أحد أقوى محفزات الإيريسروبيوتين هرمون فبيزود تصنيع الأربيسيزة عند الراجل غير طبعا من عندنا احنا أن الست بتفقد كل شهر بسبب النزيف بتاع الدورة الشهرية فكده الراجل أكتر من الست طيب ليه النيوبورني كتير عشان الأربيسيزة عنده مش بس بتشيل أكسوجين عشان خاطر عملات الحيوية بتشيل أكسوجين عشان النمو كمان فطبيعي يبقى عنده بزيادة زيادة طبعا نسبية لأنه هو محتاج أكتر طيب ليه في التشايلد أقل من كله يقولك لأن التشايلد الحديد اللي عنده قدامه اختيارية يخش في الخلايا يخش في تصنيع الأربيسيز فعشان دي مرحلة نمو واضحة بينمو بسرعة قوي فالآيرن بيحب يروح لخلايا أكتر شوية من الأربيسيز فبالتالي تكوين الأربيسيز هيقل نسبيا وضع كده الكلام يا شبابنا ركض الموضوع فهم مش مش طالب من حضرك حفظة أنا عايزك تفهم طريقة التجربة بتتعامل بطريقتين ده بقى الكلام اللي لازم تحفظه زي يعنيك وشكل الجهاز أنا حضطولك في الورق ومعاك في الكتاب وكل القصة دي وين تروب ميسود وكابلة ريتيوب ميسود وين تروب ميسود وكابلة ريتيوب ميسود ركز قوي في الكلام اللي هنقوله ده الوين تروب ميسود مدرجة خلاص دي مش مدرجة فبالتالي بعد ما هنخلص التجربة هنحطها على حاجة اسمها جي قبل كده في امتحان ورقة مدرجة بالمنظر ده كده هنحط عليها الأنبوب عشان نقيس عشان نشوف الأربيسيز واصلة لغاية فين والبلازمة لغاية فين ركز عشان ده اول اختلاف يبقى وين تروب ميسود او بيسموها ماكرو ميسود كابلة ريتيوب ميسود او بيسموها مايكرو ميسود احفظ بقى يبقى التجربة اللي اسمها ايما تكرد فاليو او باجدس الفوليوم بتتعامل بطريقتين وين تروب ميسود وكابلة ريتيوب ميسود الوين تروب ميسود هي جرادويتد جرادويتد يعني ايه مدرجة الأنبوبة اصلا مدرجة حلو؟ هنحط الدم في الألترا سنتري فيوجي اللي هيكبه الخلاط بتاع الدم اللي هيقعد يلف في الدم 3000 لفة في الدقيقة المدة من 10 إلى 15 دقيقة ده سؤال امتحام بالمناسبة وهتلاقي إجابات كلها 3000 بس 3000 لفة في الثانية المدة مش عارف ايه 3000 لفة في الدقيقة المدة مش عارف ايه فانت تحفظ ما هي 3000 بص من صوت يا اوه 3000 لفة في الدقيقة المدة من 10 إلى 15 دقيقة بأكاد قم صابب الدم في الوينتروب مسود طبيعي مش محتاج بقى دا يتواصف الاربيسيز هتبقى تحت ايه والبلازمة فوق طبعا هي مدرجة هيسألك في المتحام مدرجة بايه بيرسنتج في المية من صفر المية في المية هتبص على الحد الأعلى بتاع الاربيسيز اهو اللي هو هنا دا اللي هو يبقى الحد الأدنى بتاع البلازمة هتلاقيه مثلا 45% هتلاقيه 43% وهكاسة وضحت يا جماعة فهمتوا القصة دي يا جماعة خلاص تمام زي الفول طب الكاميره تيوب مسود طبعا هتطهر سبعك بسبعين في المية ألكح الكلام فارغ باكاة بسترايل لانست بمشورة كده معقم هتبتدي نتنازل شوية دم أوزنج يعني تسحي شوية دم صغارين تلاففهم 3000 لففة في ديها المدة خمس دقايق خلي بالك فوق كان ايه لمدة من عشر خمس دقايق دي انما هنا المدة خمس دقايق طبعا مش هقول الأسئلة العبيطة بقى الاربيسيز يبني تحت كده يبقى ايه زيرو ليفل طب والبلازمة من فوق ايه 100% ليفل انا هيقيس القبر بتاع الاربيسيز هوا عشان هي اللي نزلت تح كلام عبط يعني خلاص طيب هل الانبوبة الكابيلة ريتيوب ميسود دي مدرجة لا مش مدرجة فبالتالي بعد ما الانبوبة خلاص الاربيسيز تهدى نقوم شايلين الانبوبة حطناها على ورقة مدرجة اسمها graduating scale واضح كده الكلام يا شبابنا اسمها graduating scale وطبعا مرسومة في الكتاب ومرسومة في الورق عشان تبقى حراك شايفها كويس طيب نجيب بقى اللي بعد كده خلاص ركز في كل كلمة احنا بنقولها وما اقول تجربتين اللي هياخد وقت شوية هو عمش وقت قوي البوردو اصلا بتنجز يعني زي ما انتم عارفين بل تجربة اسمها او حلو يا عم طيب ايه كان بتساوي يا دكتور عشان ده اللي هنشرح منه بتساوي الاربيسيز او السيلز على طبعا هتضربها في مية عشان تجيب نزل طيب ايه زودها و ايه ايه زودها و ايه دي محتاجة كتاب ولا محتاجة وراء ولا محتاجة اي حاجة امتى تزيد لو البسط زاد او المقام قال البسط اربيسيز هيزيد في حاجة اسمها بوليسايا سيميا بوليسايا سيميا زيادة الاربيسيز وخدناها في النظر طيب الهول بلضي يقل لي امتى في اي فقدان زي ايه يا دكتور زي النزيف زي دي هايدريشان جفاف زي اللي عنده بيرجع كتير اكسيسف ضيارية ضيارية طبعا يعني سالكتي ده اللي عنده بيرنس حر لان البرن بيفقد كمية سوائل كبيرة ايه واضحة كده كل باقي عشان يجيب لك في المتحان كل الاتي بيزود الهيماتي كل الاتي مش عارف ايه الاسئلة طبعا هتشوفها هتيجي زي ما هي بالمناسبة ان شاء الله امتى تقل يا دكتور خلاص بقى انتوا فهمتوا اللعبة امتى تقل ها لو البسط اقل او المقام زياد البسط اقل اللي هو مين ها الاربسيزي بقى انيميا شكرا يا سيد المقام زياد في الاور هيدريشان تلاقي الولية شافت ابنة هفيدة جاريتم الواد مكابر كده ومباقلاز تقعد تحشي ابنها وتقعد تأكله وتشربه كتير ايه زيادة عند زوج ايه زي الشباب في المتشاط انا عارف انت الشباب في المتشاط دايما انا عارف انت يحسك انه بيشرب خمرة كده اقوم جايب مياه ويقعد يشرب وحده في الازازة فمن كتر ما شرب كتير ده ممكن لو قسنا لوقتها الهيماتيكوريت فاليو نلاقيها عادة تمام طيب هل يا دكتور الهيماتيكوريت فاليو انا هستفيد فيها في كل حاجة قال لي لا انت ممكن تعرف انها نسبة الاربسيز ممكن تعرف الهول بلد ممكن تعرف الرينال بلد فلور ايه ده رينال بلد فلور لا اله الا الله وناها عارفه منين ما انت عارف وانا اقيلها لك من اليوم مرة في الفرما ان حجم الدم اللي بيروح للكليا من ربع الخمسة حجم الدم الكلي فمدام عرفت حجم الدم الكلي شوفوا الربع الخمسة يبقى هو طيب يا دكتور انت قلتلي لو قلت يبقى فيه انيميا صح صح طب نوع الانيميا ايه بما اننا قلسنا نوع الانيميا هقول لك لا ما عرفش ممكن تكون اي نوع هي تقول لك فيه انيميا لكن ما تقولكش نوع ايه عشان نعرف نشخص بها نوع الانيميا لازم حاجة اسمها البلد انديسز ايه البلد انديسز دي حاجة اسمها ده لنفسك يا جماعة عشان تحليه الدم انت عليك ان اسمها بلد انديس بس دي عشان ما وجعش معك هامين كورباسكول مش عايز اوجع دماء حجم كورة الدم الحمر تشبع الهموجلوبين تشبع الهموجلوبين عموما في الدم كل دي بقى اللي تعرفك يا مايكروستيك هايبوكروميك ولا ماكروستيك هايبوكروميك ولا دي نورمستيك نورموكروميك الكلام بتاع النظر ده اللي انا بشخص منه من تحليل الدم وانا نزلتلكوا عليك تحليل الدم في الاجهزة وت إنتبقوا بتتعلموا مني حلق uh فلما يقولك فالانتحان هل الهموجلوبين وداياجنوستيك تقول له لا بالفم العريض مش داياجنوستيك مش بتشخص ولكنها بروغنوستيك تنفع تمبقه داياجنوستيك يا دكتور آه بس مش لوحدها لو معها البلد انديس انما لوحدها منش داياجنوستيك كل كلامه واضح لوحدها مش داياجنوستيك انما يعني ايه بروغنوستيك يا دكتور ما احنا طول البصروج بنقول بروغنوزس يعني واحد عنده أنيميا أعمل له الهيماتوكريت فاليو أشوفها تحسنت ولا لأ أشوفها العلاج جاب نتيجة ولا لأ لكن تشخص لأ ده غيرني فيها عبط فاطير لازم هيجي في الامتحان إنها في نفس الشخص مش متساوية يعني لو سحبت عينة دم من نفس الشخص مش متساوية سبحانك يا رب إزاي بقى سيدي الفين أكتر من الارتري ده سؤال امتحان الفين بيبقى أكتر من الارتري حلو كده تمام زائد إن في حاجة اسمها إن الأوعاد دماء الصغيرة تبقى أقل من الكبير عشان حاجة اسمها بلازمة سكيمينج لأ فاهمني يا دكتور بالراح أفاهمك كثير تعال ما نشوف إيه موضوع البلازمة سكيمينج سكيمينج يعني تجبن البلازمة يعني إيه برضو يا دكتور ده وعاق ده ما هو الاربسيز هنا مثلا 45% حلو كده فيه وعاق ده ما مفارع يطلعك كده عشان ديق البلازمة عشان مش لازجة قوي هتخش كتير قوي 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 والاربسيز هتخش قليل عارف كده زي ما تيجي تخش محضرة ولا كورس ولا حاجة تلاقي البنات متجمعين على الباب ساعة من الباب يتفتح تلاقي البنات جيريه ودخلوا ماله المكان طبعا البنات عارفة إن ده اللي بيحصل طبعا لكم يعني والولاد إيه انت عارف رايقين بيخشوا في القاس فهتلاقي إن نسبة الاربسيز هنا أقل من نسبتها هنا ونسبة البلازمة هنا العكس أزيد من هنا فبالتالي لما تكرد فاليو في الوعاء الدماء والصغير أقل من كرير بسبب نظرية دلل فيه انت عليك الاسم بس إنها نظرية اسمها بلازمة طيب ليه الوريد أكتر من شريان يا دكتور تقول له عشان الوريد بيفقد بلازمة المقام بيقل يعني هه ما هو المقام بيقل بقى قيمة بتزيد بيفقد البلازمة ليه يا بيفقدها للنف يا بيفقدها في الكولورايد شيفت في النومان اللي حضر النظري معايا فاكر إن كولورايد شيفت دي كان بتحصل في الأوليدة بس عشان شيل السانيوكسيد الكربور كنا بنجيب بلازمة ندخلها الأربسيز عشان تقنع السيوتو يكمل وبالتالي بيحصل فقدان للبلازمة من الوريد لكن ده ما بيحصلتش للشريان على الإطلاق وبالتالي إيه وعتنساها واحدة من دول هتيجي في الامتحان في النيوبورن عن الارتري في النيوبورن عن الشايل في الراجل عن الست واضح كده الكلام يا شبابنا واضح الكلام صعبة التجربة تجربة طبعا في منطق الله طفل في الدنيا عشان نخش في ايه تجربة اللي بعدها طيب تؤكلنا على الله تجربة اللي بعدها بقى تجربة اللي ايه اللعب بالألفاظ فعاش إذا كتركز معي عشان بحدش يعرف يلعبك هي إجابتها سهل لك وان شاء الله وطبعا أنا كنت بيديكوا تنويه عنها كده وهي مهمة في حياتك أصلا لأنك دي بقى هتقابلها يعني انت لهميتوكريد نادرا ما هتلاقي واحد بيعمل تحليل لهميتوكريد لكن هتلاقي واحد بيعمل تحليل الاي بسرور يا جماعة كده عشان ايه ثاني كده نوقف على ما نشغله معلش يا جماعة الكيبورد بس على اللقات مني سرعة الترسيب نتفق اتفاق انك كده كده هتجيب الدم بنفس الفكرة بالزبط وتدوخه الاربسيس هتنزل تحت والبلازمة هتطلع لفوق ايه بقى فكرة سرعة الترسيب ارتفاع وبركز تاني هو عشان دي اللي هيلعب بها في المتحان ارتفاع مش حجم يا جماعة ارتفاع ارتفاع عمود البلازمة فوق السيدمنتد اربسيس فوق الاربسيس اللي ترسابت بعد ساعة وبعد ساعتين لان دايما بعد كل ما هنسيبه اكتر في اربسيس هتنزل اكتر ترفع البلازمة هنا الفكرة ان انا كل ما دوخ الاربسيس عشان اللازجة هتنزل فترفع البلازمة انا مش بحسب حجم ولا بحسب نسبة زي اللي فات ارتفاع عمود البلازمة بعد ساعة وبعد ساعتين يعني فرتيجا يبقى لازم الموضوع يكون أفق رأسي بعد ساعة وبعد ساعتين بالمليمتر ركز عشان الإجابات هتجيب لك الرقم صح ويجيبها لك بالسنتيمتر لا بالمليمتر اوعى تنسى الكلام ده بالمليمتر ارتفاع عمود البلازمة بعد ساعة وبعد ساعتين بالمليمتر ايه فكرة التجربة احكيت هاتلك قبل كده ربنا عز وجل بقول في القرآن وكل في فلك يناسبحه. الاربسيز عليها شحنة سالبة. تمام. البلازمة بروتين عليها شحنة سالبة بالذات اثنين. فيبرينوجين. اظن عارفينه بتاع التجلط. وطبعا بتاع اللزوجة. والجولبيولين. الجولبيولين بتاع المناع اللي هو الجما جلبيل. الاتنين دول كمان بالذات عليهم شحنة سالبة كبيرة او. حلوة اوي الكلام. طب ليه ربنا خليهم عليهم شحنة سالبة? عشان يتنفروا. لانك عارف ان الاربسيز لو الشحنة سليبة دي تسحبت هتلاقي الاربسيز لزقت في بعض وحتشوفه جو شريحة زي دي في الهيستولوجي اسمها رولو رولو فورميشن رولو باكتة الاربسيز لزقت في بعض اللي بيمنع ان ده يحصل خاصة انك عارف ان الاربسيز هي مصدر اللي زوجة اللي قد تتسبب في حدوث جلطة ان عليها شحنة سليبة طيب لو زاد تصنيع حد من الاتنين دول اللي هما الفايبرينوجين او الجلوبيرين ده بالعربة هو بتاع تجلط وده بتاع مناعة دول محتاجين شحنة سليبة يجيبوها منين يجيبوها من الاربسيز يجيبوها من الاربسيز فيسحبوا الشحنة السليبة من الاربسيز لما ياخدوا الشحنة السليبة من الاربسيز الاربسيز تلزق في بعض لما تلزق تنزل بسرعة اسرع من الطبيعي وانا بعمل التجربة فترفع البنازمة اكتر اذا انت كدكتور قبل بقى منقول التجربة اللي عندنا في العمل معنى ان واحد عنده سرعة ترسيب عالية ايه ان يا ده زاد يا ده زاد يعني مشاكل نزيف عشان كده حصل تجلط يا مشاكل مناع بمنطقة البساطة وهنفردها دلوقت خلاص اتفاقنا يا شبابنا طيب خلي بالك بقى من الارفان في الراجل بعد ساعة وبعد ساعتين ستة اتناشر ملي متر بص انا بركزها عشان متلبسهاش في الست تمانية ستاشر تمانية ستاشر ايه ملي متر في اله في اله في اله اللي بتنزف خمستاشر تلاتين ملي متر في الست الحامل تلاتين ستين ملي متر يبقى هنا خلي بالك بقى عكس اللي فاتت بس انا بفهم بس يعني بقى لبطالك ان الست اللي ايه السقار بتاعها اعلى من الراجل خلي بالك من الكلام ده الست اللي ايه السقار بتاعها اعلى من الراجل طبعا لو جيت سألتك ليه الست هنا اعلى من الراجل اللي يبقى يا عندها ده يا عندها ده طبعا هي عندها بتاع التجلط بما انها بتنزف كل شهر طيب ليه منستيرويتنج اكتر من الست العادية دي قريدي بتنزف دي قريدي بتنزف فالفايبرينجين عالي قوي طب ليه الحامل اعلى من كله لانها ست وحامل انت بتخذر يا دكتور لا بجد والله يعني ست وحامل ست بقى عندها الفايبرينجين كتير عشان خاطر النزيف وحامل فبتدي اجسام مضادة بكميات رهيبة بتكفي الوقت ستة شهور بعد الولادة اصلا خلاص عشان كده الست الحامل اول ما بيعرفوا انها حامل كده على قبل ما شوفها عوضكو يا رب كلكو هتلاقي الست الحامل فورا دكتورة النساء او الدكتورة النساء بيديها حاجة مانعة للتجلط فورا ليه يا دكتور عشان هي عرضة جدا للتجلط لان الارفزيزة عندها تلزق في بعض بسرعة رهيبة جدا شفتوا القصة وضع الكلام يبقى كده التجربة بتاعتنا اسمها ال-E-S-R اوعى تنسى بقى الالفاظ دي طيب اللي شطره فاكر في التجربة اللي فاتت لانتو كريد فاليو كان اسم الجهاز ايه وانتروب ميسود وكابيلة تيوب ميسود هنا بقى اكتر واحدة بيحبوها في الامتحان اصلا وستر جرين ميسود وستر جرين أبريتس انا بيبروفيعة جدا قطرها صغيرة قوي مدرجة من صفر الامتين من صفر الامتين ايه مليمتر قطرها اتنين ونص ميلي مدرجة من صفر الامتين من صفر الامتين ايه وعتنسى مليمتر طبعا في جهاز الكابة او الخلاط لو اجاب لك شكله في الامتحان اسمه عامل شبه الكابة او الخلاط كده يعني هو مرسوم في الورق حلو هتدوخ الدم ها تلات تلاف لفة في الديئة لمدة من عشر لخمسشار دقيق وتحط الدم في الانبوبة دي طبعا هي انابيب كتير وفاياة جنبه بعد كتير تمام? وعليها من فوق وتسيبها بعد ساعة وتقرأ بعد ساعتين وتقرأ بقرأ ايه اهم اسئلة امتحان هنا بقى مضادات التجلط مش احنا عارفين ان الدم بتجلط برا وجوه اه فاكر انا المعلومة دي كويس طب ايه اللي مضادات التجلط انفيترو ام بلاحس تريت والاوكزاليت والاديتا ايه اللي مسموح هنا يا دكتور في التجربة اللي فاتت كان ممكن نحط اي حاجة بس في التجربة اللي فاتت عشان نسينا نقولها اتنين في المية سوديوم اوكزاليت في تجربة الامتوكريد يا جماعة اتنين في المية سوديوم اوكزاليت لكن في تجربة الاس ار ممنوع اوكزاليت ممنوع اوكزاليت وده سؤال امتحان ليه لان السوديوم اوكزاليت بترصب الكالسوم فالكالسوم لما يترصب هينزل تحت فهيرفع البلازمة فالقرأة اللي انت هتقرأها دي مش بسبب ان الاربسيز اللي تحت بس ده كمان فيه كالسوم فهنا ممنوع الاوكزاليت اوعى تنسى الكلام ده سواني كده نقط الشاحن اوعى تنسى الكلام ده الله يكرمك ممنوع اوكزاليت هنا في اللي فاتت كله بينفع بس بحب اتنين في المية سوديوم اوكزاليت انما هنا ممنوع اوكزاليت هنستخدم الستريد عشان ما بترصبش طبعا ستريد او ايدي تاينفع لكن احنا بنحب الستريد تلاتة وتمانية عنفلنا عشرة سوديوم ستريد خلاص تلاتة وتمانية من عشرة سوديوم ستريد عشان ما بيرصبش يستخدم في الإي إس آر بحط نص ملي على تنين ملي دم هدي كمية أسئلة متحنها بل تركيزه كام تلاتة وتمانية من عشر نوعه إيه سوديوم ستريت ممنوع أكزاليت كميته قدية نص ملي أو نسبة واحد لاربعة بيموتوا في السؤال ده واحد نسبة واحد لاربعة بالنسبة لمضادة تجلط على الدم أو اربعة الواحد لو عكس لو قالك نسبة الدم لمضادة تجلط يبقى اربعة الواحد يعني كل اتنين ملي دم عليهم نص ملي تلاتة وتمانية من عشرة سوديوم ستريت عشان ما بيرصبش لو عتنس يا جماعة يبقى تنين ملي دم عليهم نص ملي تلاتة وتمانية من عشرة سوديوم ستريت ينفع أكزاليت لأ واضحة كلام طا Programs إيه اللي زود الإي إس آر فيسيولوجيكال وبسولوجيكال ركز في اللي هقوله عشان الكلام مش محتاج حفظ بقا فيسيولوجيكال وبسولوجيكال فيسيولوجيكال احنا قلناهم هو اعتبر الفاكسينيشن حاجة فسيولوجيكال لأن الفاكسين طبعا هيتسبب في زيادة الأجسام المضادة خاصة لو كان حي مضعف طب باسولوجيكال أي خنائة مناعة أنا كنت دايما بحفظهم هنأطالب كده تي اي تي توروما خبطة انفلاميشن وانفكشن وطبعا الموضوع هيبقى سهل عليك وقوي انفلاميشن سواء اكيوت او كورونيك سواء اكيوت ايتس او كورونيك بقى طبعا زي الجلانيلومة زي تي بي وسيفلس وليبروس وكل الحاجات دي خلاص عشان موت جزء من عضلة القلب تمام ممكن يبقى فيه الاورام خلي بالك بس ايه طبعا الماليجنانت اكتر من البناين كل دا بقى كلام انتو عارفينه سهل ولطيف ودمه زي العسل خلاص يا شبابنا طبعا ينفع في امراض المناعة الزاتية زي الروماتيك فيفا الروماتويد ارتفريتس زي الروماتيك والروماتويد طبعا من غير ما تحفظ في اي خنائة مناعة في اي خنائة مناعة واضح الكلام يا شبابنا طيب السؤال هل الاسر دياجنوستيك ما حصلش يعني لو قلتلك واحد عنده الاسر عالي تقدر تقول لي عنده ايه لا اينفع يكون اي حاجة من اللي قدامك دي فالواحده هو مش دياجنوستيك وبردو يا شبابنا بروجنوستيك واضح كده يبقى اللي احنا خدناهم مش دياجنوستيك الاتنين طبعا هيماتوكريت تنفع تبقى دياجنوستيك في حالة لو معها بلاد انديسيس اسم الاجهزة في الهيماتوكريت وانتروب وكابيلر تيوب هنا وستر جرين مضاد التجلد في الهيماتوكريت اتنين من في المية سوديوم اوكزاليت هنا تلاتة وتمانية من عشر في المية سوديوم ستريت نسبة واحد لاربعة مع الدم واضح الكلام يا حبيبي تجربة اللي بعدها رب يكون موضوع بسيط وسهل ودموه أصلا زي الأمر تجربة اللي بعدها تجربة لزيزة وزغنطوطة كده يعني ايه من التجربة لدمها خفيف جدا هم حتى كانوا بيلغوها دايما هما بيدول سيدالة وأسنين هستست هستست طيب الهستست ده بيقولوا عليه هو التجربة اللي بتتعامل عشان خاطر نعرف الكابيلري فراجيلتي كابيلري فراجيلتي يعني هشاشة الشعيرات الدموي تجربة عبيطة جدا يقول لك عايزين يشوف الشعيرات الدموية قادرة تعمل قادرة انها تستحمل لو جاء عليها ضغط جامد اه طبعا لو واحد عنده هشاشة في شعيرات دموية بياخد فيتامين سي بالمناسبة يا جماعي طب ايه الامراض اللي ممكن تتسبب في ضعف الشعيرات الدموية ده اللي تحفظه بس سكيرفي لو نقص فيتامين سي اسمه سكيرفي خلاص استرويد بجرعات كبيرة قوي استرويد طبعا لو كورتزول في الالد اتش حكم السن نقص فيتامين بي التهاب في الشعيرات الدموية طبعا كلام عبيطة التجربة بتتعامل ازاي يا جماعة بنجيب واحد اهو هنقول ان ده واحد اهو دي بسم الله الرحمن الرحيم ونلف على دراعه من فوق كده جهاز الضغط وفسك في السك في السك في السك في السك نرفع الضغط جامد قوي لغاية ما خلاص مش واصل دم ونرسم دايرة عنده كور لو الدايرة دي ظهر فيها دايرة حوالي ستة سنتيجة لو ظهر فيها من اتنين لتمن نقاط دم يبقى كده معنا كده ان شعار الدموية بتاعته فرقعة يبقى هي ضعيفة ما ظهرش من اتنين لخمسة خلاص يبقى خلاص الموضوع تعمل من لغاية اتنين الدنيا كويسا خلاص دي تجربة اسمها لمعارفة الكابلري في رجلتي طيب كده احنا خدنا تلات تجارب تجربتين بقى سهلين لان هم في النظر يتهرسوا فبالتالي الموضوع هيبقى هنا في منتهى السهولة اللي في الدنيا بليدينج تايم وواجيوليشن تايم طيب نفكر الناس برضو انتوا حبيبي اتفقنا ان في خطوتين رئيسيتين في التجرب خطوة عشان اوقف النزيف ودي بيقوم بها البلتلتس بعد من دقيقة الاربع دقاي المفروض البلتلتس لو سليمة النزيف هيقف ده بيسموه بليدينج تايم وعايز اقولك بقى عشان تتخيله يعني مرة في انتحان من سبع سنين لأسنان جابت لهم البلتلتس من واحد لاربعة منتس ولا ساكنز ولا ييرز ولا دايز ييرز هتفضل تنزف سنين ده جرح حامق اوي يا خوي طبعا واحد لاربعة منتس طيب بعد من اربع لتمن دقاي المفروض الكولوتينج فاكتورز عوامل التجلط تكون سدادها ضب ومفتاح وكونة اشرة فايبرين فبالتالي الكولوتينج طايم من اربع لتمن دقايب واضح كده الكلام وبالتالي حضرتك لو عايز تعرف وده كمان كلام طبعا كله قلناه في النظري بالتفصيل ممل فمش هيبقى الموضوع صعب هيبقى بس نقول ايه البروسيديا الطريقة بتتعامل ازاي لكن او فايدة التجربة ايه انت حافظها صحب ازا لو عايزين نشوف سليمة ولا لا هنعمل تجربة اسمها لو في مشكلة في يبقى يبقى فيه النظيف مش هيوقف بعد من اربع دقايب لأ هياخد وقت اطول عايزين نشوف عامل تجلط سليمة ولا هنعملها تجربة اسمها لو في اي عامل تجلط ناقص توقع تماما ان هيطول عن من اربع لغاية فالموضوع سهل جدا خلاص طيب ازاي بتتعامل البليدنج تايم قصة سهلة اوي 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 زيادة ازاي الاول لو سألت في الامتحام ما تعريف مش هيقول لك كتب تعريف قصدي الامس كيو يعني الفترة من بين ان انت الوعيك ده ما تقطع لغاية ما النزيف وقف خلاص طبعا بتمثل ايه بتمثل ان البليدلت عملت بليجلت بتاخد وقت قديم من واحد لاربع دقايق هعمل ايه سيدي هجيب طبعا حلمة ودانك او طرف صبعك واقوم ايه شاككها شاكها صغيرة كده واقوم منزل الدم وسايبه كل شوية امسحه بس من غير ملمس الاسكين اللي بقى لو سبته اترقم هيتجلط ووقف الدم بسبب عمل التجلط بدأت تشتغل ولو عملت كونتك توزراف سيرفس انا كده بسرع التجلط لأ انا عايز اسيب البليط لتتصرف لوحدها فاقوم مسح الدم عارف انت سطحيا كده اول باول عشان ما يتركمش كل قديه ده سؤال امتحان بيتمسح الدم كل قديه كله نص دقيقة خلاص كل تلاتين ثانية اللي ما يعرفش من الديها ستين ثانية برافو عليك تمام واستنى لغاية ما النزيف يوقف النزيف يوقف يا معلم بس هو ده البليدينج تايم السؤال بقى ما هي العوامل اللي تؤثر على البليدينج تايم او تخيل البليدينج تايم يطول طبعا مشاكل البليدلتس ومش هنشرح بقى بيربرا بكل تفاصيل بيربرا نتيجة ناقص النمبر عن خمسين الف نتيجة ناقص الفانكشن اسمها سرومبوفايتوسينيك بيربرا ضعف في الشعارات الدموية زي سكيرفي اللي لسه ايلانه من شوية اللي هو ناقص فيتامين سي بورولونج يوسف اسبرين لان الاسبرين بيوقف السرومباكسين ايتون انتوا خدتوا فارما بقى والسرومباكسين ايتون ده هو اللي كان هيعمل بريتلت اجريجيشن اصلا وانت عارف الاسبرين بيستخدم لسهولة الدم اساسا سعب كده الكلام يا شبابنا طبعا فيه سبب تاني بس انا مش حاوله عشان ما اقلوش في الكلية ممكن اقوله لكو بعد الامتحان عشان هيلهبطكو لو قلتو دلوقتي تعالي بالكواجيشن تايم كواجيشن تايم بيتعامل بأكتر من طريقة كواجيشن تايم ده يا جماعة اللي انا بدور عليه ان الدم تجلط بالانترينسيك باثوي انترينسيك ليه مش اكسترينسيك يا دكتور لان انا بتكلم ان انا هعمل تجربة وراء الجسم يبقى طبيعي انترينسيك باثوي بتاع اتنشك في دشرة تتاعة عشرة خلاص؟ فيه طريقة اسمها سلايد ميسود فيه طريقة سمعناها قبل كده اسمها اوه انا سمعت اللفظ ده قبل كده وفيه طريقة اسمها تيستي تيوب ميسود يبقى ثلاث طرق رجع طرقك الجميلة كده يبقى انا في الامتوكريت كان اسمها في الاس ار اسمها في الكولوتنج طايم طبعا في السلايد ميسود هتجيب شريحة واعد ايه اقلب الدم طبعا بعد ما طهر صبعك ونزل منه دم واعد عارف انت بايبرا كده واعد اقلبه لغاية ما خيوط الفايبرين تبان في الكابيلة التيوب ميسود اه هقوم كسرها من جنب كده عشان يحصل كونتكت وزراف سيرفس واعد اميل الامبوبة كل شوية لغاية ما تيجي تميل الاقي الدمها بتحركش منها يبقى تجلطت في التستيوب ميسود هحطها في مية درجة حرارتها سبعة وتلاتين مش مانا سبعة وتلاتين عشان تبقى شابها درجة حرارت داخليها في الجسم واعد كل شوية اميلها لغاية ما تيجي تميل ما عادش ايه في نزل طيب ايه الحاجات اللي تزود ايه طيب هموفيليا نقص فيتامين كيب كل اسباب يعني مشاكل في الامتصاص الحاجات اللي كانت في النظر هي هي بالزبط وما الى ذلك خلاص طيب هموفيليا سواء ايه او بي او سي نقص فكتور تمانية او تسع او حداشر البارا هموفيليا البارا هموفيليا نقص فكتور خمس افايبهرجنميا نقص الفايبرينج هايبوبروثروم بنيميا نقص البروثروم بي اي حاجة متعلقة من غير ما تحفظ اي حاجة مرتبطة بعمل تجلط تبقى هنا اي حاجة مش ما هياش بلتلل تبقى هنا وضح كده الكلام يا شبابنا اي حاجة مش بريتلت تبقى هنا. صحب الكلام كده? يبقى كده احنا اخدنا حاجة اسمها خدنا 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 خلص قربنا ونخلص اهو. وايه? والدنيا هتحلو خلي بالك لان انا متحن العملي ونطعم في سيولوجيا اصلا. والاسئلة سهلة قوي لو ركزت. مش هتاخد يومين مذاكرة زي ما انت كنت بتقول ولا يوم حتى اصلا. طيب. بسم الله يا سيد. تجربة من التجربة المحببة لقلبي ومش هتاخد ثواني هموجلوبين كونتنت. هموجلوبين كونتنت. مبدئيا الهموجلوبين في الراجل ستاشر جرام في المية. جرام مش ملي جرام ها عشان هيلعب بك في الامتحان. طبعا جرام في المية او ممكن في الامتحان يقولك جرام لكل مية ملي دم. اسمها جرام في المية او جرام لكل مية ملي دم. في الستة اربعتاشر. في النيوبورن. تسعتاشر ونص. بسم الله ما شاء الله عليه. وفي الاتشايلد اتناشر. طبعا مش هقولك للراجل اكتر من الست والكلام ده ما هو نفس الهيماتيكوريت بالزبط ما الهوموجلوبين مش موجود غير جوال الاربسيس فزي ما الاربسيس كتير زي ما الهوموجلوبين كتير والعكس صحيح تجربة سهلة قوي فالجهاز اسمه سهلة اباريتس او سهلة هيمنوجلوبين الميتر يعني اللي بيقس الهوموجلوبين اسمه سهلة وبرضه بقعرف شكله كويس هو عبارة عن ثلاث انابيب انبوبة في النص لنعمل فيها التجربة وانبوبتين عجم بلونهم بني لي يا دكتور عشان احنا هنكون راس بني فهنكرنه بالانبوبتين اللي عجم يبقى هنقيس كاليومتريك بطريقة كاليومتريك هنقيس الهوموجلوبين لكل جرام في المية لكل جرام في المية طبعا امتى الهوموجلوبين كنت انت يزيد لو الاربسيس زيادة بوليس وامتى يقل لو الاربسيس قلت انمي هل يقول لك نوع الانمي ايه لا وبالتالي ما ينفعش الواحد ويبقى دياجلوس واضح كده طيب نقول باقى اسئلة الامتحان المهمة الفكرة هي ان احنا لو جبنا ان على عشرة 20% اتشي سي ال ركز في ما انا هقولك عليه دي 20% بص تركيز 20% ومخفف 10 مرات كمان اتشي سي ال ده سؤال وده سؤال ان على عشرة نورمال يعني على عشرة و20% تركيزه اتشي سي ال وحطناها على الاربسيس حيزحب الهوموجلوبين ويترسل كراسب بني اسمه اسد هيمتي اللي هو الاسد مع الهوموجلوبية كل ده اسئلة اه الهوموجلوبين طول عمر جوى الاربسيز هعرف كيميته ازاي هو جوى الاربسيز اسحبه بره هشده عارف انت من الفانيلا كده واجيبه بره الاربسيز بازاي يا سيدي بان على عشر عشرين في المية ان على عشر عشرين في المية اتشي سي ال تقبل راسي بقولني اسمه اسد هيماتي خلاص هسحب بالسحاحة عينة دم عينة الدم دي سواء لما تحاني خلي بقى اتنين من مية ملي متر هي هي اتنين من مية سنتيمتر مكعب او عشرين ملي متر مكعب الكتاب كاتب الرقم ده بس لكن في المتحان بيجيبه التلاتة هي ملي لتر زي سنتيمتر مكعب لو حاولت السنتي الملي هضرب في الف هتبقى عشرين يبقى هي اتنين من مية سواء ملي لتر او سنتيمتر مكعب خلتها خلتها بالملي متر المكعب بقت عشرين ملي متر مكعب خلاص وحط عليها عشرين في المية خمستاشر دي ربع ساعة ده سؤال امتحان هو كمان بس تنى خمستاشر دي لغاية ما يتكون راسب بني اسمه أسد هيماتين طيب هل التجربة دقة قوي لك لا لأنها معتمدة على قريتك وكاليومتريك دي يعني ممكن الموضوع ما يكونش زي الفل يعني ممكن يحصل تفاعلات تانية ومعتمدة على أنك لو عندك عمى ألوان مسلا مش تاخد بالك أن الراسب تكون ولا لأ طيب التالي هي مش دقة قوي بس يعني هي أحسن مما فيش خلاص ووضح كده الكلام يا شبابنا جاز اسمه ساهلي أباريتس أو ساهلي هيمو يولو بنيوميتر والله الموضوع ساهل والله العظيم الموضوع ساهل ها التجربة اللي بعدها يا سيد عشان نختم بالزغلولة الجميلة التجربة الأمر الجميلة اللي في الآخر التجربة السهلة اللي احنا اخدناها أصلا الترم الأولاني في الفيسيولوجي فانت عارفها اوزموتيك فراجيلتي خلي بالك التانية كان اسمها كابيلري فراجيلتي هنا اسمها اوزموتيك فراجيلتي مش بتكلم عشو عد ما هو بتكلم عالقاربسيز اللي فاكر بقى يعني ايه هايبرتونيك يعني ايه هايبوتونيك فاكر انت طبعا ايزوتونيك يعني زي وزي البلازم هايبرتونيك يعني هي في ملح كتير يا مياه قليل والعكس صح في الايه في الهايبوتونيك وضح كده الكلام فانا عايز اشوف ايه الطبيعي ان الاربسيز زيها زي البلازمة في الأوزموتيك برشر عشان لا تديني مياه ولا تديك مياه ولا يحصل هنا انتقال طيب لو حطناها في ايزوتونيك سوليوشي ايزوتونيك يعني ايه نفس الضغط الاسموزي بتاعها اللي هو مين يا عم الضغط الاسموزي بتاعها دي تسعة من مي كلس هيحصل اييه لايه بيش هيحصل اي حاجة لان الضغط جوه زي الضغط بر هناعتبر ان ده الدم اهو دهاربيسيز وده البلازم لغير اللون كده عشان تبقدينى وط حطناها في ايزوتونيك يعني الضغط هناك ادى الضغط هنا مفيش انتقاء؟ نعرفين انتقاء بيبقى بفرق الضغط. طيب تعال بقى ما نحطها في هيبوتونك سوليوشن. تعال ما نحطها في هيبوتونك سوليوشن. حد يترجم يعني هي هيبوتونك ها. البلازمة دي هتبقى هيبوتونك. يعني هيبوتونك يعني ملح. وليل مية كتير. ومدام مية كتير المية حصل لها يا معلم. تقوم دخلها كلها جواب الاربسيس. فالاربسيس يحصلها سوالون تتنفخ. تتنفخ تنفخ لغاية ما تفرقع فيحصل لها والهوموجلوبين لجواها يتدخدخ لان الهوموجلوبين تعرف في النظر طول ما هم احمي جوا كويس. الهوموجلوبين لما هي تفرقع هيطلع في البلازمة فيبتدي يتكسر ويزود الضغط الاسموذي ويسد الكلاه زي ما قلنا في النظر. وهنعيده كمان شوية تقل. طيب تعال اما نشوف العكس. حطتلي بقى يا عم ايه? هايبرتونيكس اليوشن. هايبرتونيكس اليوشن. يعني هايبرتونيكس اليوشن. يعني ملح كتير مية قليل. المية القليل دي هتقوم سحب المية من الاربسيز. هتسحب المية من الاربسيز فالاربسيز هتكش هتكرمش يحصل لها شرنكج. يحصل لها ايه? شرنكج. يعني هتكش. وبالتالي برضو ايه? هتموت ويحصل نفس القصة بالزبط. وضع كده الكلام يا جماعة يقول لك الاربسيز ممكن تستحمل كمية فيلويدز لغاية خمسة واربعين لخمسة وستين في المية من اللي تقدر تستحمله في العادي من غير ربشر. لكن طبعا لو اتحطت في هايبوتونيك سوليوشن زي ما قلنا من شوية هتفرق عمش هتستحمل القصة دي. خلاص? طب امتى يحصل كومبليت هيموليسيز لو وصل تركيز المحلول لتلاتة من مية? بقى هايبوتونيك زاد عن لزوم. طبعا في النورمال كان تسعة من عشر اولا. لكن انا خليته هايبوتونيك تلاتة من عشر في المية وبالتالي يبقى هايبوتونيك بزيادة. هايبوتونيك بزيادة. وضع كده الكلام يا شبابنا. طبعا هتجيب تسعة عن نبيب بفجرة تجربة تسعة عن نبيب وتخط فيهم محاليا من اول واحد من عشر حتى تسعة من عشر وتشوف التغير في كل واحدة منهم هتخط واحد ميلي دم في كل واحدة وتبتدي تتفرج ايه اللي هيحصل في كل مرة. طبعا هستنى خمساشر دقيقة زي تجربة الهمولبين بالزبط وهشوف. لو ما حصلش حاجة يبقى ايه المحلول ده ايه؟ خلاص يعني تقريبا من خمسة من عشرة لحد تسعة من عشر هي تقدر تستحمل لحد كده. طيب لو حصل يبقى الراجل ده اقل من ثلاثة من عشرة هي مش قادرة تستحمل الكلام. خلاص يا جماعة وضع كده القصة تمام؟ طيب. ايه الحاجات اللي ممكن تخلي تتغير تبقى اسرع او قال؟ يعني ببساطة لو اللي بتعيش مئة وعشرين يوم فأواخر ايامها توقع ان هي هيبقى عندها زيادة في القزموتج بريشر فبالتالي هتبقى الموضوع صعب. لو حصل يعني الدم تملأ ملح كتير قوي او قال الملح اللي فيه زي في حالات مثلا انك بتفقد ملح كتير في الامراض الهورمونية سيكلسي الانيمياء وثلاثيمياء لان في سيكلسي الانيمياء وثلاثيمياء اساسا انا مش اربسيز مش سليمة اساسا فهو اتكسر في الايرن دفنشان سي اانيمياء نقص الحديد بيتسبب نقص الحديد في هشاشة في الاربسيز في الماكروسيتيك انيميا اللي هي انيميا نقص فيتنبتنشر فولك اس نقص الجي سيكسي بي دي ده انا عارفها من اقام الفارما انها بتعمل اصلا هيموليسز خلاص بتتسبب فيه هيموليسز طبعا دي بتيجي مع اللي عندهم مشكلة بيكلوا عندهم انيميا الفول ويكلوا انيميا الفول زي الفافا بينز زي ادوية مثلا لو تتذكروا مثلا زي بتحصل ساعات مع الاسبرين فاكر انت سلسلية اس اس ايزو اماينو فاكر انت سلسلية وسلفون امايد الحاجات اللي كانت بتيجي مع النقص الجي سيكسي بي دي واضح كده الكلام يا شبابنا واضح الكلام طيب اخر تجربة معنا وهي تجربة الامر اللي انا لو انا اللي بحط الامتحان هلففكو حاولين نفسكو لكن احمدوا ربنا ان مش انا اللي بحطه الامتحاني اخر تجربة معنا في العملي وهي التجربة الجميلة الامر السكر العسل تركزوا في الورقتين اللي بخط اليد انا كاتب كل افكار للاسئلة في ورقتين بخط اليد هتحل اي سؤال بمشية المولى عزيزا ده بص يا سي دي اخر تجربة معنا بسم الله الرحمن الرحيم تجربة البلات جروبس ايه بقى تجربة البلات جروبس طبعا انت عندك فكرة عنها من السنوية لكن انا ايه هنديك فكرة احلى جتيلة الاربسيز والبلازمة حتى فاكر ايه الانتيبودز ايه هي الانتيبودز اه الانتيبودز ليه جامع ايه جلوبيولين جامع جلوبيولين يعني بلازمة بروتين فطبيعي ان الانتيبودز بتتكون فين في البلازمة لانها بلازمة بروتين لكن كل اربسيز على سطحها ستة انواع من الانتجين ستة انواع من الانتجين عشان تهاجم لو تلقيت بر الجسم عارف انت منخرج من داره ده يبقى معها اسلحة عشان لو خرجت من دارها لكن جوه دارها الدنيا ماشي كويس لان طبيعي جوه جسم الانسان الطبيعي عمر ما الانتجن هيقابل الانتيبودي اللي ضده في الطبيعي في وسط الدم ولا دي بقى الدم بيكسر طبعا ده مرض لكن في النورمل مش هتلاقي انتجن مقابله الانتيبودي بتاعه الطبيعي لا لكن لو خرجت بر الجسم لا الوضع يختلف الستة انواع من الانتجن احنا ندرس منهم اتنين حاجة اسمها الابو سيستم اللي هي فصائل الدم المعروفة وحاجة اسمها الار اتش سيستم اللي حركت عارفه باسم عامل ريسس لو دفتكر الاسم يا ايه هي انواع الانتيبودي اللي ممكن تتكون في اي بلازمة اي جي ام واي جي جي طبعا اي تينك حضرتك عارف ان انواع الاميونو جلوبيلنز متجمع في كلمة ماجد او جامد مين فيهم بقى اللي بيظهر ضد الاربسيز اي جي ام واي جي جي كل واحد فيهم له بايندنج سايت يعني مكان يرتبط فيه بالانتجن عشان يدغدغه افتكر كده في الامتحان اي جي جي فيها اتنين بايندنج سايت اتنين جي همه لما الاي جي ام في تين بايندنج سايت عشر دي اسألة بتجي في الامتحان معلش الاي جي جي في تنين بايندنج سايت الاي جي ام تين بايندنج سايت طبعا الانتجن ده طبعا جلايكو بروتين انت عارف الكلام ده. مش مهم بقى. طيب نقول المفيد. فصائلة ده ما الحاجة تعرفها ايه و بي و ايه بي و او. حلو كده الكلام. نمسح بس عشان عايز نكتب حاجات مهمة. خلاص خلصنا الجزء ده. بص يا سيدي. كل واحد فيه انتجن وانتيبودي. بس في الامتحان ما بيقولهمش كده. الانتجن اسمه اجلوتجن. اخرجينا. الانتيبودي اسمه اجلوتينن. الانتيبودي اسمه اجلوتينن. الانتيبودي اسمه اجلوتينن. الانتيبودي اسمه اجلوتينن. كل واحد عنده أجلوتجن الأنتجن يعني باسمه يعني الإي عندها إي البي عندها بي الإي بي عندها إي وبي الأو ما عندهاش طيب الأنتيبودي فوت بالك بقى نورمالي ما فيش أنتيبودي جوة الجسم بصلا يا عمي احنا ناس مسلمة بس اللي رفشنا بالأنتجن نرشه بالأنتيبودي يعني يا دكتور يعني لو جالي دم من بره جسمي في أنتجن أطلع أنتيبودي ضده لكن في النور بالأنا ما عنديش الـ A بيكون ضد الـ B اسمه B الـ B بيكون ضد الـ A ما يكرهوا بعض الاتنين اسمه ألف الـ B مش هيكون لأنه عنده الـ A والـ B أنتجن فننفعش يكون ضده الـ U ينفع يكون الألفة والـ B تالتنين تاني تاني الـ A عنده أنتجن إيه وينفع يكون أنتيبودي ضد الـ B الـ B العكس الـ A B عنده الاتنين أنتجن فبالتالي لو الراجل زي الفل المربع السحري زيس إزة مربع السحري اللي هتعرف تيه إيه تجاوب بيه كل الأسئلة اللي في الدم وأنا بنق الدم وببص في الدونرز على الأنتجن اللي فيه والريسيبيانت على البلازمة بتاعته بتكون أنتيبود ضد دمي ركز في اللي بقول دونر يعني المتبرع ببساطة كده حد جاي عليك يبقى تشوف هو هيهاجم بإيه وانت تشوف هتدفع بإيه فالمتبرع دمه جاي علينا فهشوف الأربسيز بتاعته فيها أنتجن إيه وشوف المستقبل بيكره مين ويطلع أن تبود ضد مين عشان ما خليش دايق قبل ده ركز في اللي أنا بقول ده بقى طبعا التجربة اسمها كروس ماتشينج تيست كروس ماتشينج تيست بنجيب شريح نحط فيها أنتي إيه وأنتي بي ونحط نقطتين دم نشوف حصل تفاعل فين لو حصل تفاعل على الإيه يبقى الإيه قبل الأنتي إيه يبقى فصلت الدم إيه طب لو حصل تفاعل هنا يبقى الأنتجن بي اللي أنا جايبه في الدم قبل الأنتي بي يبقى فصلت الدم بي حصل أجلوتونيشن في النقطتين يبقى عندك الإيه والإيه ما حصلش أي حاجة يبقى أنت أوه ما هيديك أنك بتعمل تجربة نقل دم مصغرة كده واضح الكلام يا شبابنا طيب نقول تاني المتبرع بنبص على الأنتجل على الأربسيس بتاعته لكن المستقبل بنبص على الأنتي بودي اللي ينفع يكونه في البلازمة بتاعه طيب السؤال من هو اليونفيرزل دونر المتبرع العام الأو ليه عام هيقولك في الامتحان عشان لاكس أجلوتجن لا عنده أجلوتجن إيه ولا أجلوتجن بي لا عنده أنتجن إيه يعني ولا أدنجن بي فبروح لأي حد ما بيهاجمش ما بيزعلش حد طيب من هو اليونفيرزل ريسيبيان المستقبل العام اللي ما بيقولش الحد لأ اللي ما عندهش أنتي بودي فالعايز يجأ جماعة ينور أنا ما طالعش أنتي بودي ضد حد يبقى المتبرع العام ركز في كلامه المتبرع العام هو ال-O المستقبل العام هو ال-A-B اللي ما بيقولش لأ بس على جنب كده تعرف لحياتك مش معنى الكلام ده أنه ينفع عن ال-O عن مال على بطول ممكن الجسم يعمل أنا بنقل ال-O في الطوارئ يعني فيه طوارئ ومش لاحق أعمل فاصيل الده من الرجل جاي في حدثة نقول له O عادي وبعدك أنا بقى نشوف سؤال كمان في الامتحاد من الفصيلة الأكثر تواجدن لا مش زي ما انتو قلت والأكثر تواجدن ال-O 46% يا دكتور ده احنا سمعنا بل كده لا ال-O سالب هو اللي نادر لكن لما بتكلم في ال-A-B-O سيستم لوحد وفصيل الدم العادية من غير عام الرصص ال-O هو أكتر واحد موجود ال-O هو أكتر واحد موجود والأقل تواجدن ال-A-B الاناني اللي ما بيقولش لأ ده واضح كده الكلام طيب سؤال امتحان كمان وانا عارف نقول لكο هتغلطوا فيه لو نقلت دم غلط حصل يعني نقلت دم غلط حصل يعني الدم قسر بعض مين الدم اللي بيتكسر دم المتبرع ولا دم المستقبل دم المتبرع ولا دم المستقبل فكروا كده لا على عكس ما انتو قلته دم المتبرع ايه دم المتبرع اللي هتكسر وهذه زمبه لا في ناس خيالها بيجيبها كده بتعي Blue ايه ده يعني بعد من قل الدم غلط هلاقي جسمي بتكسر يا حبيبي لا دم المتبرع في جسم المستقبل يعني انت جايب لي دم متبرع فيه ايه مثلا وانا عندي ايه فطبيعي انا هكسر مش هكسر نفسي كرسيبيا هكسر الدم اللي جاي اللي منك هكسر دم المتبرع فلما يقولك في الامسي كيو بتحصل مع مين مع دونرز اربسيز هتكسر الاربسيز اللي جاية من المتبرع هتكسر الاربسيز اللي جاية من المتبرع وضح كده الكلام تاي اللقطة التانية يقول لحضرتك. بس تفيد ايه من نقل الدم. عشان لو نقلت دم غلط هيحصل كوارس هنقول لها حالا. طيب في حاجة تانية. يعني ايه يعني الابوة المتنزع عليه. جات لك واحدة قيت لك يا حزابت. ما انت ببيتش دكتور بقيت بقيت حزابت. يا حزابت. لو قد غار غاربية حزابت. والوقت ده ابنه مش راضي اعترف فيه. تعال يا ولية. فصيل الدمك ايه? تقول لك او يا حزابت. هو فصيل الدمه ايه يا حلوة? تقول لك او يا حزابت. تبقى الوقت فصيل الدمه ايه? ايه بي يا حزابت. ده مش ابنه كنته اصلا. ده مش ابنه كنته اساس. طبعا يقول لك ينفي ما يثبتش. يعني لو قال لك هي فصيل الدمها ايه? وهو بي. والوقت فصيل الدمه ايه بي. لازم يبقى ابنهم وارد ووارد. نعمل دي ايه بقى. بيقول لك هي good negative test. تنفي ما تثبتش. تنفي ما تثبتش. فهمتوا الفكرة? لان هي لو طلعت فصيل الدم تنفع وارد ووارد. نشوف دي ايه بقى. لكن في العادي هي تنفع في نفي التسبيوت الباتيرون دي او الابوة المتنازع عليها. وضح كده الكلام يا شبابنا. طيب. كل فصيل الدم. احفظ الكلمة دي في فودانك. كل فصيل الدم بتدي اللي زيها ولل اي بيه اللي بياخد من كله. تاخد من اللي زيها ومن القول بيدي الكل. كل فصيل الدم بتدي اللي زيها ويالي ايه? لال اي بيه اللي اللي زيها ومن القول بياخد من كل. طيب. قبل ما نكمل موضوع عامل الرصص عشان فيه شوية اسئلة امتحان امر الامارات يعني. بتاع ما نمسح كده. مش لازم نعمل صفحة جديدة. خلوهم جنبه بعض كده. لو نقلت دم غلط هيحصل ايه? هيحصل او بيسموها اجلوتونيشن. الدم هيكسر. الدم هيكسر. فالاربسيز لما تتكسر هيحصل هيموليتك انيميا. هيموليتك. تطلع اللي جواها. واللي جواها ده مادة البلوروبن لو فاكرنا فيحصل هيموليتك جوندس. طيب نقص حجم الدم هتسبب في هايبوتينشن. الاربسيز هتطلع اللي في كرشاها. هتطلع بوتاسيون. فيحصل هيبركالميا في الدم. هتطلع هستامين. فيحصل اعراض حساسية. يعني فازو دايلاتيشن ضغط واطي. ويتشنج شديد جدا. واضح الكلام يا شبابنا. يا حلوين. تمام. ايه تاني هيحصل يا دكتور? هتطلع الهموجلوبين. والهموجلوبين هيزود الضغط الاسموزي المائة وخمسين. هيسد الكليا ويعمل انيوريا. والراجل هيتده ده غير يتكسر. فيحصل كده. سهل او لزيز. تمام? طيب. يقول لك ما انواع نقل الدم. في يعني جايب دم من شخص لشخص. في حاجة اسمها اوتولوجس. يعني هنقل دم اعمل شفت الدم من جوة نفس الشخص لحتة تانية في جسم. عارف انت عشان ابقى ضامن ان هو ايه جسم وهيتقبلها. طب امتى انقل دم? لو عنده نقص اي حاجات ده. يعني عنده نزيف ادي له دم. عنده انيميا ادي له اربسيز. عنده هموفيلي ادي له عامل تجلط. عنده بيربرا ادي له بليتليت. فمش هقعد اقول لك بقى عنده نقص بروسرومبين دي له بروسرومبين. عنده نقص اي حاجات دهوة. فاهمني? طبعا لازم الدم يكون ايه? طازجا. خبالك انت لازم الدم يكون فريش وتازج وخلي من الامراض. ومعاموله والدنيا زي الفل. فهمت اللعبة يا شبابنا? تمام? خلي بالك من فكرة ايه? لو حصل نقل دم غلط. لو حصل نقل دم غلط الدم ايه? بيتجلط. طيب ايه مخاطر نقل الدم? عموما انك تنقله غلط. فيحصل كل اللي احنا قلنا ده? او انك تنقله في او تنقله في او تنقله بكميات كبيرة قوي. لانك لو نقلتو بكميات كبيرة قوي الدم بيبقى محفوظ في درجة حرارة اربعة. هيحصل نقص في درجة حرارة الدم ودي مشكلة هتخلي عموما تتمش. الراجل محطوط عليه كتير قوي عشان خاطر كمضاد للتجلط فيحصل له وضح الكلام يا شبابنا. بتخلي بالك من الكلام. كمان انك فجأة واحد دمه كان تلاتة لتر. اتنقلت له تلاتة لتر مرة واحدة يحصل له سيركولاتري اوبرلود. يعني ايه سيركولاتري اوبرلود يا دكتور? يعني ببساطة واحد عارف انت انت متعود على حمل تلاتة لتر. فجأة قمت انت مديني تلاتة فوقه. ههنج. طبعا ساعات بنلجأ للكلام ده غصبا عننا عشان خاطر المخاطر اللي احنا بنقولها دي دلوقتي يا جماعة. اخطر بكتير قوي من نقص الدم اللي عنده. واضح كده الكلامنا. واضح الكلام. طيب. اخر الشريحة بقى اللي هنحط فيها ايه? لعبة الامتحانة عشان تبقى ظاهرة قوي. كده انا بقى خلصنا احنا بقى لنا دقيقتين بالزبط وستركز فيهم عشانهم بدول اهم دقيقتين في جزء البلات جروبز عشان ما تتلخبطش فيه على الاطلاق. بص يا معالي. عمل رسس. لو انتجن اسمه انتجن دي في خمسة وتمانين في المية من البشر دموهم عليه انتجن دي ده فبيسموهم ار اتش بوزيتف. وخمستاشر في المية ما عندهمش انتجن دي فبيسموهم ار اتش نيجاتف. خلاص? ده عنده انتجن وده ما عندوش. وبالتالي البوزيتف ما ينقلش للنيجاتف. لكن النيجاتف اللي ما عندوش انتجن يروح للبوزيتف عادي جدا. ففتكر البوزيتف قوي اللي عايزني يجيني انا ما بروحش الحد. البوزيتف قوي اللي عايزني يجيني انا ما بروحش الحد. ها سؤال اللي متحنبها وعايز الناس امر كده ومركزة. هيجيب لك شريحة والمنظر ده. واعمل لك كده. ده انت ايه? ده انت بي ده انت دي. بقولك فاصلة الدم ايه? بص كده المنظر. اللي فيها نقط دي يا جماعة كتير قوي يعني دم متجلط يعني حصل تفاعل. ركز في اللي لنا بقولك. انا جايب لك انت a وانت بي وانت دي. وجايب نقطة من دمك. لو دمك في ايه? هيتجلط مع الانت ايه. دمك في انتجن بي هيتجلط مع الانت بي. دمك في انتجن دي يعني بوزيتف هيتجلط مع الانت دي. واضحك كده? انت يا اوه عشان ما حيش اتلق editing. فالمكان اللي فيه تجلط يبقى الانتجن موجود. التجلطت مع الانتي ايه بقى انت عندك ايه? التجلطت مع الانتي بي? لا يبقى انت ما عندكش انتشين بي. التجلطت مع الانتي دي بقى انت عندك عام الرصص يبقى انت ايه بوزيتف? ها? طيب تعامل نجرب واحدة تانية اهي. دي صعبة شوية. حصل تجلط هنا? لا. حصل تجلط هنا لا. يبقى لا عنده لا ايه ولا بي? يبقى فزيل الدم و او. طب حصل تجلط هنا اه يبقى او بوزيتف. طب لو عكاسنا عملنا هنا ودي هي اللي بقيت مصمطة كده ما عادت فيها تجلد يبقى عنده اي وعنده بي وما فيش هنا يبقى اي بي نيجاتف. شفتوا اللعبة? طيب حصل تجلد هنا وهنا وهنا لا اه يبقى اي بي نيجاتف. طيب حصل تجلد هنا بس يبقى بي نيجاتف. فهمتوا اللعبة يا جماعة? طيب. طيب قال لك واحد فاصيلة دمه اي بوزيتف? ياخد دم من مين? وين اللي مين. بركز معاك ده في الكلام. عشان دي حلو قوي ومن الاول اللي بيدي الكل. يدي يدي للزايو ولل اي بي اللي بياخد من كل. حل? طيب. يدي البوزيتف بس. بس. ياخد من بوزيتف عادي. فكده يبقى عنده اربع احتمالات. عم اتجربها في واحدة تانية كده برضه. خلينا مسلا بي نيجاتف. ها حد يساعدني يا لس. يدي لمن ها? هتقول له يدي للبي. ويدي لال اي بي اللي بياخد من كل. طيب النيجاتف يدي للبوزيتف والنيجاتف. يبقى الاجابة هتضوع على احتمال من الاربع. طيب. يستقبل من مي. يستقبل من البيل اللي زيه. ويستقبل من القول اللي بيدل كله. طب النيجاتف ما يستقبلش غير من النيجاتف بس. ما يستقبلش غير من النيجاتف بس. من هنا جات اخر قصة اللي اسمها الاريسرو بلاستوزيس في تالس. بتاعة عام الريسوس كلنا كنا سمعنا عنها واحنا صغيرين. اهي. ست حامل عندها ار اتش نيجاتف. حامل في وقت ار اتش بوسطف. طبعا في الامتحان لو قال لك جوزها. جوزها اكيد ار اتش بوسطف. وإلا يبقى هي لمواخذة يعني. اكيد لازم بوسطف عشان يجيب وقت بوسطف. تمام? الام ما عنداش انتجن. فلما دمها يروح للجنيل عادي. لكن الواد عنده انتجن. هيتكون في الشهر السابع مثلا. الانتجن ده لما يروح نحية الام. الام هيتكون ضده انتيبودي. ضد ضناها. فاتكسر دمه. طب هل ده بيحصل في الطفل الاول? قال لي لا. ليه? لان الانتجن على ما يظهر. وبعد كده هيتكون ضده انتيبودي بياخد ستة شهر يكون الواد ده نفت بجلبي. ييجي بقى تحمل تاني مرة في وقت بوسطف. يبقى عندها الانتيبودي جاهز. فتقوم مكسر دم الواد. اول سؤال امتحاني هيجي على الاريسرو بلاستوزز فيتالس اللي في الفيتس دي. انه بيحصل مع طفل التاني الموجب لام سالبة. الطفل التاني الموجب لام سالبة وعتنسى دي. الطفل التاني الموجب لام سالبة. هيسألك في الامتحاني ينفع اي حصل في الطفل الاول? ما تتصرعش ينفع. بس امتى لو الام نقلة دم قبل كده واحنا مش ياخدين بالنا ودي حاجة صعبة شوية. لو الام نقلة دم قبل كده احنا ما خدناش بالنا. وبالتالي كان عندها الانتيبودي جاهز للواد الاولين. انت بالحل ايه? الحل دايما ان احنا بنعمل سكرينج اللي هي التجارب بتاع قبل الجواز اصلا. لو هي سالبة نخلي بالنا. لو جوزها موجب بنقول لها ايه? تاخد بالك ان في الحملة هتاخد حقنة ار اتش. يا حاجة تكسر الانتيبودي في جسمها هي. عشان ما تتكسرش الواد. يا امان ادي حاجة تعمل دي سنستايزيش انت خليها ما تاخدش بالها الانتيجنجالها. يا امان سيبها تولد وبعد ما تولد نعمل لها نقل دم ونصفي دمها خبص. يعني نصفي من الانتيبودي زي. وضح الكلام يا جماعة وعتنسى سنة وانتو طيب.